السلام عليكم أزول في اللون أتمنىكم أنكم تبدأوا الفيديو بالتعليق لكم شعارنا الخليد الله الوطن الملك أولاً أريد أنكم لا نكره أنكم إذا قدرتوا تقوموا و تفعلوا الجرس لأن عندي بعض العدد من التحذيرات والحضر لما لم تفهمت أيضاً الفيديوهات و لم يبقوا شيئاً اليوم الموضوع سيكون صناعي أكثر قررت أرتيك البارح في جريدة و ترجمته بالعربية و أريد أن نوصل لكم الخبر لأنه خبر عجبني لأن تنعرقوا بأن استراتيجية المملكة المغربية هو المشاريع المدى البعيد بحال كأس العلام بحال الكثير من المشاريع التي لدينا هذه المرة تتخذ المملكة المغربية خطوة حاسمة في تعزيز قطاعها الصناعي بإحداث منطقة صناعية متخصصة تمثل استثمار كبير بقيمة 24 مليار درهم يعني ما يقاربه 24 مليون درهم تمتد هذه المباراة استراتيجية على مساحة 283 هكتار وهي مخصصة لإنتاج بطاليات المركبات مما يمثل تقدماً كبيراً في مجالات الإلكترونيات والكيمياء والتعدين فضلاً عن صناعة السيارات ويهدف هذا المشروع وهتمرت شراكة مبتكرة بين شركة صينية لـ وصندوق الاستثمار المغربي المادة إلى جعل المغرب رائداً في تصنيع وتوريد حلول الطاقة المتقدمة من خلال التركيز على تقنيات المتطورة والاستدامة لا تهدف هذه المنطقة الصناعية الجديدة إلى تهديز الاقتصاد المحلي في حسب ولكن بالنسبة لي مهم الاقتصاد المحلي لأنه سنستعملوا اليد العاملة المغربية ويسروا اليد العامل المغربي ويسروا تقنيات المجالات وهذا مهم للمغرب أولاً بل تهدف أيضاً إلى المساهمة في تحول الطاقة العالمي من التركيز على الاستقلالية الطاقة والاستهلاك الطاقة والبصمة الكربونية يعني لا تهدف نحن مهم للمغرب لكي تعملوا الناس لأن المنطقة ١٢٣٣ هكتار ستعملوا بسبب الناس وتزيدها وتحسن المعيشة بسبب الناس في هذا القطع الاجتماعي ولكن القتشاع الإنساني هو هذا المشكلة للكربون وهذا الاحتباس الحراري وهذا المغرب ونحن نعلم في أوروبا هذه البطاريات ستكون مهمة كثيراً لأن في أوروبا ٢٠٢٠ لا يتبقى للمغربية أو للمغربية كهربائية والمغرب ستكون من أكبر المصدرين للبطاريات وهذا حنكة من المغرب التي تفكير فيه حالياً لا يحتل ونحن نكون معطلين ونحن نقول لكم عاش المليك الله الوطن المليك وسير النجاي موسيقى